الموجة الثانية مرحبا إذا قررنا الوضع شعوبنا العربية بالشعوب الأوروبية مثلا في السبعين سنة الأخيرة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى فسنرى ظاهرة على أهمية كبرى وهي أن الشعوب الغربية كلها الشعوب الأوروبية كلها عايش تحت نظام سياسي واحد وهو نظام الديمقراطي وعايش تحت نظام اقتصادي واحد هو النظام الليبرالي لكن لما تقارن بشعوبنا ستجد أنه إحنا في هذه السبعين سنة لم نكف عن تجريب الأنظمة الواحدة بعد الأخرى جربنا نظام الوطني النظام القومي الأنظمة الإسلامية أحيانا تجارب اشتراكية في آخر مطاف نحن اليوم بصدد تجريب هذا المسار الذي نسميه الثورة وأيضا نماذجنا الاقتصادية تغير طول الوقت بما معنى أنه إحنا حق التجارب وأنا إلى حد الآن لم نصل إلى نوع من التوازن الذي يقول هذا هو النظام السياسي الذي سنحافظ عليه وسيكون نظامنا المستقر وبالتالي سنبني عليه يعني إلى حد الآن نحن ما زلنا نبحث عن هذا النظام السياسي والنظام الاقتصادي والنظام المجتمعي الذي سيكفل أخيرا لهذه الأمة الاستقرار وأخيرا سيكفل لها أنها فعلا ستتجه في الطريق الصوبة ما زلنا إلى حد الآن نبحث عن هذا المقر هذا المستقر الذي نسعى إليه جميعا بطبيعة الحال احنا لم نحقق الكثير بالقياس بما حققته الشعوب المستقرة التي اختارت نظاما سياسيا وبقيت عليه منذ سبعين سنة لكن على كل حال حققنا الأشياء يعني من المبالغة أن نقول أننا لم نحقق شيء نسبة الأمية اليوم في العالم العربي هي من أعلى نسب في العالم بما أنه تقريبا خمسين في المئة من العرب يعني يعانون من الأمية لكن منذ سبعين سنة كانت النسبة مئة في المئة بطبيعة حال نحن لم نحقق أحلامنا لا بالنسبة لهذه الأحلام ولا بالنسبة لما حققته نفس الشعوب في نفس الفترة عندما نقارن مثلا تونس بما حققته تونس وما حققته ماليزيا فسنرى الفرق شاسعا بما حققته مصر مع حققته كوريا فسنرى الفرق شاسعا مع العلم أنه في الستينيات أو في الخمسينيات كنا تقريبا في نفس المستوى المهم هو أنه يعني ما الذي يمكن الأجيال المقبلة أن تتعلمه من هذه التجارب لأنه احنا كنا حقل حقيقة حقل تجارب المشكلة أنه هذه التجارب لا يقع الاتعاظ بها يعني أنه الشباب أحيانا أجده هو يعيد ويكرر نفس المقولات أو نفس الأفكار أو نفس الأخطاء التي أثبتت التجارب فشلها نحن اليوم في آخر مراحل من هذا التجرب أنا سأعود إلى كل هذه المراحل يعني التجربة الوطنية والتجربة القومية والتجربة الإسلامية لكن أريد المرة هذه أن أركز على التجربة الثورية ما الذي تعلمناه من الربيع العربي بما أنه هذا أقرب الأحداث إلينا ما هي الدروس التي يجب أن نستخلصها الآن علماً وأننا في مسار وهذا المسار لم ينتهي كما يخيل البعض لكن رغم كل شيء هناك دروس كبرى أخذناها من هذا الربيع العربي من هذه الثورات في البلدان التي وقع فيها هذا الربيع العربي ويجب أن تكون حاضرة في الذهن لأننا عندما سنبني في المستقبل عندما سنأتي إلى مرحلة البناء أنا أذكركم بما يقوله أنه نحن الآن في مرحلة خراب في مرحلة تدمير في مرحلة انفجار البركان لكن ستأتي مرحلة التي سنبني فيها وسنزرع فيها على سفح هذا البركان المتفجر من الضروري أن نفهم ما هي الرسائل الكبرى وما هي الدروس الكبرى لهذه الثورات العربية أول شيء هي أن هذه الثورات قامت على مطالب اجتماعية وعلى مطلب الكرامة يعني كل الشعرات التي رفعت كانت شعرات تنادي بالحرية وبالكرامة إذن ثروة معنوية التي كانت هذه الشعوب محرومة منها وكانت تطالب بالشغل وتطالب بالعدالة الاجتماعية أي بالثروة المادية التي كانت محرومة منها لأن الاستبداد حرم هذه الشعوب من الثروة المادية التي هي الاعتبار الحرية الكرامة وحرمها من الثروة المادية التي هي العمل الشغل السكن الصحة إلى آخره لماذا أركز على هذه النقطة؟ لأن المطالب لم تكن لا متعلقة لا بالوطنية ولا بالقومية ولا بالدين ولا بالشعرات الذات الصبغة المعادية للغرب أو المعادية للإمبريالية أو المعادية للصهيونية كل هذه الشعرات كانت غائبة وهذا ظاهر يجب أن تلفت الانتباه أنه اليوم الشعوب العربية بطبيعة حال هي عايشة في عالم وهي لها الحق في أن تكون لها رؤية معادية للإمبريالية لكن هذه كلها شعرات جيننا اليوم ما يريده العرب هو الثروة المادية والثروة المعنوية أي الحرية والكرامة من جهة ومن جهة أخرى قضية الشغل والعمل والشغل والسكن والصحة والنقل وهذه رسالة هامة لمن سيأتي فيما بعد في الحكم أنه انتبهوا هذه الشعوب لم تعد تحشوها الشعرات هذه الشعوب خلافا لما تتصورون قضيتها ليست الشريعة قضيتها ليست الهوية خلافا لما تتصورون اليوم يعني ما تطالب به الشعوب هي هذه مطلب الحرية من جهة ومطلب التقدم والرخاء المادي الدرس الثاني هي القواء الجديدة التي فرزتها هذه الثورة هذه الثورة لم تقوم بها الأحزاب ولم تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني وهذا أيضا شيء هام هذه الثورة خرجت من رحم الشارع من رحم الشباب من رحم هذا الفضاء الافتراضي الذي لم ننتبه إلى أهميته مما يعني أن القواء الثورية في المستقبل القواء الثورية في القرن التاسع عشر كانت العمال والفلاحين الآن ليسوا لا العمال والفلاحين حسب النظرية الماركسية هم من يقومون بالثورات الذي يقوم بالثورات هو هذا الشباب المهمش المعطل الذي يعني له الكثير من الخبرات هذا الشباب الذي ذهب إلى الجامعة هذا الشباب الذي لا يجد اليوم العمل وهذه هي القواء الثورية الجديدة التي يمكن أن يعني تعيد خلط الأوراق الدرس الثالث هي الثورات أظهرت هشاشة مجتمعاتنا يعني هذا الاستبداد كان زي الغطاء الذي يغطي على الروائح الكريهة لما رفع هذا الغطاء خرجت كل الروائح الكريهة واتضح حجم العفن الذي كان موجودا في مجتمعاتنا والذي كان يعني الاستبداد لم يكن له حلا هو لم يحل مشكلة التعفن وإنما فقط غطاه هذا التعفن هو الحقد الطائفي اكتشفنا فجأة أننا ننتمي إلى طوائف متناحرة عودة القبلية عودة الجهوية عودة يعني التصرفات الهدامة من طرف الأشخاص عودة الشعور الفئوي الضيق هذا كله كشفته الثورة لأن الثورة لما أتت بالحرية أتت أيضا بالتعبيرات عن كل التناقضات التي كانت موجودة في المجتمع والصورة التي أظهرتها الثورة لهذا المجتمعات في نفس الوقت في منتهى الجمال وفي منتهى القبح في منتهى الجمال لأنها أظهرت يعني شعبا عاشقا للحرية ومستعد للتضحيات وفي نفس الوقت أظهرت بشعة مخلفات ما تركه الاستبداد طيلة هذه السنوات إذن هذه أيضا يجب أن ننتبه إليها أننا عندما سنبني يجب أن ننتبه لهذه الهشاشة المجتمعية الكبرى ثم أهمية الثورة المضادة أنه لا يكفي أن نتخلص من رأس الاستبداد لأن أذيال ستبقى منتشرة في المجتمع وهذه الأذيال ستفعل كل ما في وسعها لضرب هذه الثورة المضادة وبالتالي يجب أن تقول لنا رؤية استراتيجية للتعامل معها في إطار تمسكنا بثوابتنا أي الثورة السلمية يعني الثورة السلمية نعم لكن أيضا ثورة تأخذ بعين الاعتبار وجود هذه الثورة المضادة وطريقة التعامل معها بكيفية ذكية هذه هي الدروس الكبرى التي تعلمناها من الثورات والتي يجب أن ننتبه إليها أننا لا بد أن نستمع إلى الطلبات الاجتماعية إلى الطلب الكرامة والحرية أن ننتبه إلى تناقضات الكبرى داخل مجتمعاتنا وخطورتها على أي بناء أن ننتبه إلى أهمية قوة الثورة المضادة وأن ننتبه خاصة لهذه القوى الجديدة قوى الشباب التي بيسعها أن تبني وهي التي ستصنع المستقبل وهي التي ستواصل هذه الثورة وأخيرا مرة أخرى يجب أن يكون شعارنا أملنا هو أن لا خيرانا لا غير الانتصار سننتصر أو ننتصر والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر